اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الجانب القانوني الالكتروني وفي حقا ما كينش فوضى في القانون ولكن كما قلت انه كين فوضى في استعمال هاد الوسائل هادي لان للأسف انه لا اقول جل ولكن واحد نسبة مهمة جدا من مستعملي هاد الوسائل هادي انهم ما كيعرفوش الخطورة دياله ما كيعرفوش الاثار القانونية من بعد لان القاعدة العامة ان لا احد يعني يعضر بجهل القانون وكن نقول لا احد يعضر بجهل القانون الجنائي باعتبار ان القانون الجنائي في مجموعة من مقتضيين طيب الحال اللي انصت على مجموعة من العقوبات في حالة الاخلال باستعمال هاد الوسائل هادي كما جاء في مجموعة من الاحكام من الحكم المعروف ديال الرباط مثلا انه قاصر قام بتدوينة معينة في زمن كورونا بين قوسين وهدل هذه الشخصة تم المتابعة دياله وفقط عندما سئل عن السبب والهدف من تدوينها قال فقط للمزح للضحك فبالتالي ولا يعي خطورة الامر رغم انه قام بحد في هذه تدوينة بعد خمس دقائق من نشرها ولكن ان المحكمة عاقبته لانه قام بهذا الفعل وهنا هو معاقب عليه وبالتالي ان المحكمة لم تقم بإعذاره باعتبار انه قام بالفعل وبالتالي ان العقوبة كانت تنتظره اذا الفوضى لكينة الاسف هو ما ردها الى يعني هناك عدم الوعي بهذه الأمور هذه وهناك عدم المعرفة بهذه الخطورة هذه وبالتالي ان الاشخاص يسحبوا ان هذا الفضاء رأى فيه واحدة حرية معينة وانه رأى ملكه الخاص وبالتالي انه ممكن يدير فيه اي حاجة لكن ما كيحط رأسه ضوابط على غير الصحفي مثلا اللي عنده مدوانات اخلاقية المهنة اللي عنده ضواة معينار الاشخاص مثلا يعني في اطار تعامل في اطار المرافعة أو غيري من المحامين أو في اطار الكتابة من سبيل كتاب رأي أو غير ذلك فبالتالي عندهم ضوابط معينة كتبطهم في نشر خبر معين أو صيغة خبر معين أو نشر خبر معين أو غير ذلك بخلاف الناس العاديين معنهم مشهد المكانة أو هاد الامكانية فابتلي أنه أنا كنعضره من هذا الجانب لأنه ما كيجي واحد نوع من وعي وربما تدخل هذه الحلقة هذه في إطار الوعي بهذه الخطورة هذه وبتلي أنه من اللي غادي يكون يعني وعي بالحال سيتم تراجع عن هذه الأفعال هذه نعم أستاذ سعيد علاش هاد الميوعة اللي ولينا كنشوفه مثلا ولي كتبين على أنه كينا واحد الفوضى يعني كينا واحد عدم المسؤولية كينا واحد عدم تقدير حتى التصرف كأن ولينا عادي كنشوفه العنف كنشوفه الجريمة على شكل مباشر كنشوفه السبو القدف والتعاطي والتحديات كنشوفه علاقات المفروض أنه تكون عنده واحد الحرمة معينة على المباشر أصبح كل شيء ما كيش مشكل كأنه القانون كيضبطنا في الواقع ولكن في الافتراض دقاء ذلك شيء ما قادرينش نديره في الواقع ديره في الافتراض هو ما شيدك شيء ما قادرينش نديره لأنه كينا واحد يعني يكين هدف معين الهدف من هاد التسويق هاد الناقوسي نسميه منتاجات أو هاد الأشياء اللي كدار في الفضاء الافتراضي هو أنه من أجل إما وصول شهرة معينة أو كسب أرباح معينة لأنه من الليك تكون واحد المادة معينة اللي شاذة يعني أنه ما يديرها أي واحد بحال بينقوسي نعطي المثال ديال الميوع الليك تنشر أو ما يسمى بروتيني اليومي أو غير ذلك فالهدف من هاد الفيديوهات اللي كتنشر في يوتيوب مثلا فليس الهدف منها فقط أنه فقط عيد تنشر ولكن أنه فيها غرض ربحي أو تجاري بينقوسين وكذلك يعني الحصول أنه نوع من الشهرة بينقوسي بين الناس فابتري أنه كيكون واحد نوع من تنافس ليدفع إليه الآخر هذا جاب واحد تحدي معين له لأنه يخصي الواحد تحدي أكتر وهذا يجيب خبر لربما أنه ساء يعني بزموعة مجموعة من المشاهدين لخاصة قضايا معينة قضايا الجنس مثلا قضايا العنف وغير ذلك فكيكون واحد بإقبال دي المشاهدة دي الأشخاص معين فبتريك يمشوف هذا المنصر هذا باش أنه يحقوا واحد نسبة دي اللايكات أو نسبة دي المشاهدة وبتريك تكون تابعات معينة أو يعني الربح من وراء هاد الفيديوهات اللي كتنشر ديالها نعم وإذا في هذه النقطة هذي كي تطرح القانون علاش القانون الإلكتروني اليوم مازال معقد ومحتشم في أنه بطبعة الحال يفرض القواعد تشريعية دياله هو ما كيش قانون إلكتروني ولكن كي قانون يضبط يعني الوسائل التواصل الجماعي ولا كل الوسائل التي تم استعمالها عن طريق الإنترنت أو غير ذلك فبتري أنه كي نصوص للتشجر أو تعاقب هذه الأفعال هذي ولكن أنها ماشي محتشمة وإنما لا يتم تفعلها في جميع الحالات كيكون مثلاً واحد المتابعة معينة الأشخاص معينين في إطار معين لإذا كان مثلاً عنده واحد ضرر على المجتمع أو على النظام العام فمن كتكون واحد نوع من الخطورة مثلاً أن القانون كي تدخل مثلاً بالحنية العامة كتقوم بزجر هذي الأشخاص هذون متابعة ديالهم اللي حالة دير مع المحاكمة وصدور أحكام إن كان أحكام كثيرة جداً تم صدورها عن طريق المحاكم في المغرب كامل في مواجهة أشخاص قاموا بهذه الأفعال هذه فبتالي القانون كي نترسلها القانونية موجودة ولكن تفعيل دياله لا يتم إلا في حالة معينة فربما تكون دعوة أنه يتم تفعيل إلا كان مثلاً تفعيل هذه النصوص القانونية في مواجهة أشخاص كثير فربما يكون واحد نوع من الردع وحتى أن شخص معين إذا أراد الإقدام بنشر فيديو معين لصب أشخاص معينين أو تشهير يمكن الحقوبة وحتى الشخص المتضرر يقوم بتفعيل هذه النصوص عن طريق انتصاب كطرف مدني ويطلب التعويض لأنه يكون التعويض تقيل مثلاً في شخص معين الذي قام بسبب شخص معين أو إهانته أو تشهير به أو غير ذلك ويتنصب كطرف مدني ويطلب التعويض في مواجهة الشخص ربما ذلك الشخص سيفكر مراراً ويقوم بفعل مرة ثانية أو ثالثة أو غير ذلك لماذا يتخوف عند المواطن؟ لأنه أحيانا يتكلم عن الجريمة الإلكترونية لا يزال يتخوف يقول لك أنا سأذهب ونزل وخاص التليفون وخاص الضبط وغالباً يوقعون مشاكل مثلاً لبنات أو لأولاد تطور معينين شكل معينة رسائل معينة وحتى هذه الفيديوهات ربما ولا تعادي كأننا كنشجعوا واحد الفئة عمورية على أنها تأخذ المثال والقدوة بعد شكل هذا ولا عادي نتكلموا على المخضرات ولا عادي نتكلموا على جرائم القتل كان نوهوا أحياناً بعض التصرفات المعينة تنبز دابزة كيدداروا التحديث بعد شكل هذا يمكن أن يخلق واحد صورة جميعية لخطيرة جداً فعليش كان التخوف عند المواطن بأنه يواجه الناس في هذه الجانبات؟ هو بالنسبة للتخوف فراجع المجموعة من العوامل العامل الأول هو العامل للعائلة خاصة إذا كانت بنت معينة مثلاً وتعرضت نوع من التحرش الإلكتروني بين القوسين أو تم نشر صور ديالها أو تم تشهير بها في مواقع معينة فكتخاف هي أنه يكون رد فعل سلبي من طرف العائلة لو أن العائلة مثلاً يعني كتظن هذه البنت أنها ستسندها وغيرت وقف معها وربما أنها ستتم التجاه احتى الرجال الدفاع مثلاً مثلاً كالمحامين مثلاً ويتم تقديم شيكاية السيد ووكل مالك ومتابعة الأشخاص الذين يقومون بالفعل فلا يكون هذا التخوف فهذا التخوف وحاصل من هدر بالفعل أما في الإطار العادي من طبيع الحال ممكن أن البنت إذا كانت تحسة بأنها لم تساهم لأنها ساهمت في ذلك شيء ربما قد تكون لها علاقة مثلاً مع شخص معين وذلك الشخص من الأجل قام بنشر صور معين كان يحتفظوا بها أو قام بتصويرها خلصة أو غير ذلك وجاء الوقت لأنه يستعمل هذه الصور كنوع من الضغط عليها فبتالي عندما تجد مساندة من طرف العائلة لكن كيف قال نياب العمام بالحال أنها الحق توضع ليدها في حالة أنها وصل إلى علمها ويصل إلى علمها وصائل معينة لكي تعرف جميع ما يروج في وصائل الالتصال الاشيماعي أو التواصل الاشيماعي فبتالي أنها ممكن توضع ليدها ويتم متابعة أشخاص الذين قاموا بهذه الأفعال نعم لماذا نرى القانون يضرب يد من حديد على بعض الملفات التي يكون لديها إشعاع لأخذنا مثلاً ملفة الحمزة أو ملفات التي كان لديها إشعاع وضغط للرأي العام لماذا يتطبق القانون بشكل جزري وواقعي ونرى عود في العالم الافتراضي مشاهد كثيراً لكي يخص القانون يكون حاضر بالحال ما تكون قضايا الرأي العام بالحال يصدخل القانون بصفة معينة أو بصفة مباشرة بالحال الحد من الآثار هذه الأفعال التي وقعت لأن المثال الذي أعطيتي ربما لم يكن صداه فقط على المستوى الوطني ولكن كان صداه على المستوى الدولي بالحال المستوى العربي المستوى الدولي فبتالي أنه كان عنده كان هناك أشخاص معروفين على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العربي فبتالي أنه عدم التدخل هو نوع من السهزاء بهذا الموضوع فبتالي أنه عندما تم تحريك المستوى في مواجهة الأشخاص هذه الأشخاص كانت أضرار معينة لأن كان أشخاص ربما أنه كما سمعت أنها تعرضوا أو انتحاروا كان المجموعة من الأشخاص يستمتزازهم حوصوا على أموال معينة كان أشخاص يتم تمثلاً المسس بالعائلات أشخاص يقعوا الطلاق في العائلات هم هروب الأشخاص معينة إلى غير ذلك فبتالي أنه عندما تكون الحجم الأمر أو الفعل أو الجرم كبير جداً فبتالي أن النيابة العامة تجدوا نفسها مضطرة لتدخل في هذه المينة الفتاة أو أن أشخاص آخرين قاموا بتحريك هذه الدعوة عن طريق لأن الاختصاص يبقى لنيابة العامة وأن أشخاص ممكن تحريك الدعوة العموية تقديم شكاية مثلاً في هذا الموضوع أمام سيد وكيل الملك يكون مجبراً على أن سلطة الملاءمة ولكن في جميع الحالة يقوم بالبحث والتحري في هذه الشكاية ويتم إحالة على الضابط القضائي التي تقوم باستماع الجميع الأشخاص وأطراف وبالتالي إذا تبت أن هناك أفعال أو عناصر تكوينية لجريم معينة يتم إحالتهم على المحاكمة ويتم إفراد عقوبة معينة والأشخاص التي قاموا به هذه الأفعال أستاذ سعيد ختماً وسط هذه الزوبة التي نعترف بها وسط هذه الفوضى التي ربما نرى اليوم في العالم الافتراضي وسط مجموعة من الرسائل التي يمكن أن نجوها للناس ونجوها أيضاً حتى المشرع لأنه ربما جاء الوقت في أن تكون وقفة حقيقية مع هذه النوع من تصرفات تؤثر على شريعة وهي كبير كبيراً نتفق معك هو دائماً ما الذي نتكلم على ظاهر معينة لا يريد أن نذهب لها مباشرةً وإنما يريد أن نذهب لأسبابها طبعاً يجب أن تكون دراسة معينة ودراسة عميقة جداً للبحث في الظاهرة لأنهم الأسباب لأدات ربما قد يكون عامل العطالة بين قوسين لأنه مجموعة من الشباب الآن التي ربما في عطالة وبالتالي أنه لا يجد منفداً أو ملجأاً أو تجاهاً إلى هذه الوسائل إلى هذه التعبير عن نفس دياله أو أنه يقوم بأشياء معينة من خلال هذا الفضاء أو البتيزاز أو غير ذلك فبالتالي أنه الأسباب لإدعاة لحصول هذا الظاهر أو لحصول هذه الجرائم هذه أنه يحتوي في أسباب ديالها لحد منها أساساً فبالتالي أنه إلى حد منها ما نوصلوش لهذا النتائج لكينا لأنه مهما يكون القانون فإن كيف ما كان هذا المستوى ذي الزجر وكيف ما كانت هذه الترسانة القانونية لكيناه فإلا ما كانتش يعني 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 يبقى طويل ومطول لأنه مازال نشوفه قدامنا مجموعة من الصور التي تدعي توقف قانوني أخلاقي واجتماعي وبالتالي باش نختموه أو باش نحسموه في المسألة سيكون منصطعب علينا لكن طرح السؤال هو من حقنا اليوم نطرحه السؤال فين هو القانون فين هو الخطأ أو فين كي الإشكال في هذا الجانب هذا فين كي الخالل ربما في العالم الافتراضي التي تخلينا نشوف هذه الصور المتكررة والتي يمكن أن تؤثر على جيد اللي هو ساطع والتي ما زال كيف يفكر في مجموعة من الأمور في المستقبل دي كانت معكم بطبع الحال سوكينا وكانت رب لكم موعد إن شاء الله بإذن الله الأسبوع المقبل كنبغي نشكر كاريم نايتسي وعبد الحق رازق في التصوير دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر